اشتركوا في القناة دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إله رجعون خالص تعزينا طبعا لكابتن محمود الخطيب في وفاة شققته طيب نبدأ حلقة النهاردة والحقيقة يمكن على مدار مش بس الأيام اللي فاتت على مدار الأسابيع الأخيرة وحتى قبل انتهاء الدولة جماهير النادي الأهلي شغلة نفسها بشكل كبير جدا بالصفقات وباسم الجهاز الفني أو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وأنا عارف طبعا وإنتوا عارفين أنه يمكن أسماء كتير جدا جدا انطرحت سواء على مستوى اللاعبين من برا مصر أو من جوا مصر وأسماء عدد أكبر من المديرين الفنيين اللي تم الإعلان طبعا على قنوات غير رسمية أو منصات غير رسمية أنهم هتولوا مسؤولية النادي الأهلي وأنا الحقيقة ناس كتير جدا بتسألني بشكل مباشر لكن زي ما تعودنا وزي ما عودتنا وعودتهم بقناة النادي الأهلي إحنا ما بنتكلمش هنا غير في الأكيد والمؤكد بمعنى أنه راجع حضرتك كده كم اسم الترح عليك وطبعا أنا عارف في ناس كتير جدا خليني أقول بالتاجر برغبة جماهير النادي الأهلي المحمومة يمكن فإنها تعرف مين هو المدير الفني اللي هتولى المسؤولية مين هي الصفقات الجديدة وأنت أكيد سمعت وأنت أكيد بتجري بشكل كبير جدا على أي عنوان يشدك أنك تعرف اسم لعب جديد أو اسمه مدير فن جديد لكن الأهلي أو قناة الأهلي عودتنا وعودت حضراتكم أننا لا نقولش هنا غير الأكيد والمؤكد اللي هتعرفه بشكل قاطع ونهائي بعد ما يتم إجراء كل الخطوات اللازمة لأنها التعاقد سواء مع لعب أو مع مدير فن نيجي لموضوع حلقتنا ويمكن بسبب الموسم الأخير تحديدا يعني خليني أطرح على حضراتكم العنوان الرئيسي حفاظا على ثروة مصر الكروية ده العنوان لأنه الحقيقة الأهلي عودنا على مدار السنين طويلة جدا وعلى مدار تاريخ طويل ممتد أنه هو الرافض الأساسي لمنتخبات المصرية سأكونت بكلم عن ناشئين شباب أولمبي منتخب أول وعودنا كمان وده أمر واقع على الجميع أنه يقبل به أنه النادي الوحيد اللي حطت الكرة المصرية على خريطة الكرة الأفريقية القرية يعني والعالمية لو طلعت النادي الأهلي بإنجازاته وبطولاته القرية وإنجازاته الدولية بر المعادلة هتجد تقريبا أنه رصيد الكرة في مصر صفر بيج زيرو من سنين طويلة جدا لم ينجح أي نادي مصري في تحقيق أي إنجاز على مستوى قري أو على مستوى عربي أو على مستوى دولي غير النادي الأهلي وبالتالي حينما يعاني النادي الأهلي تعاني الكرة المصرية وعشان كده احنا فكرنا أن احنا نطرح الموضوع بشكل علمي ونسمع فيه قراءة المتخصصين قد قد تسمع اليوم في حلقة النهاردة أخبار أو حقائق خلينا نقول حقائق صادمة والكلام هنا بتكلم فيه على الطب الرياضي لم يحدث أنعانى فري النادي الأهلي من هذا الكم الكبير من الإصابات على مدار موسم واحد زي ما حصل في الموسم الأخير الناس كتير جدا بتشوف ده إنه بسبب تلاحهم المواسم وناس بتشوف إنه ده بسبب عدد المباريات وعدد البطولات اللي خضها النادي الأهلي وده الناس كتير جدا بتكلم في فكرة الأحمال إيه هي الأحمال وهي تأثيرها على القدرات البدنية والعضلية للفريق وهل من الممكن نحن نتعامل مع ده بشكل أفضل ولا لا كل الموضوعات دي هنترحها في حلقة النهاردة وهنتكلم على الطب الرياضي في مصر الحقيقة يمكن من أول ما بتدتها تابع كرة كنت بسمع دايما وخصوصا مع الإصابات من نوع العنيف أو الإصابات الكبيرة جدا اللي كان فيه أوقات ممكن لعيبة تبطل كرة تبطل لها تلعب كرة بسبب إصابة مثلا زي إصابة الروباط الصليب طبعا للطب النهاردة تقدم بشكل كبير جدا لكن في النهاية من أول ما بتدتها تابع كرة وأنا بسمع أنه اللي بيحصل له إصابة عنيفة إلى حد كبير بنتطر نسفره برة يروح يعمل عملية في ألمانيا ويروح يعمل عملية في النمسا أو يروح يعمل عملية في أي مكان في العالم ويرجع هنا يعمل برنامج تأهيلي مع المتابعة طبعا مع الطبيب المعالج هل اتغير الواقع مع كل التطور التكنولوجي الكبير جدا ومع كل التطور العلمي هل اتغير الواقع عندنا هنا في مصر ولا ما زال الوضع على ما هو عليه هنتكلم على الصحة النفسية حالة الضغط العصبي إذا ممكن تكون بتأثر حالة الشحن الزائد واخدوا بالكم النهاردة في العالم المتقدم يعني كرويا على الأقل بيبصوا للصحة النفسية والصحة الزهنية بنفس مقدار لإطمئنان على الصحة الجسدية والبدنية وفيه أنداء كبيرة جدا على مستوى العالم النهاردة بتلجأ لأطباء أو متخصصين في الجانب النفسي عشان يكونوا موجودين أيضا مع الجهاز الطبي في الفريق عشان يقدروا يعملوا موسم ناجح على كل أحوال فيه تفاصيل كتير جدا هتسمعوا في حالة النهاردة بس قبل ما ندخل في التفاصيل وقبل ما نبدأ في الأخبار خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقنا وبمناسبة حراس المرمى الأغلى خلينا أقول لكم أن حراس المرمى في مصر بالنسبة لي على متأس فهام كبيرة جدا مدرسة حراس المرمى في مصر وبالذات كمان في النادي الأهلي يعني لو رجعت كده على مدار آخر 40 سنة مثلا حراس المرمى تلاقي عملقة أسماء كبيرة جدا ومن قبلهم طبعا كامل التأدير والاحترام لكل الأسماء اللي كانت موجودة في الأهلي قبل كده لكن يعني أنا بكلم عن اللي إحنا على الأقل يمكن شفناهم أو تبعناهم أو على الأقل يمكن فيه مباراة بتوزع ليهم لغاية النهاردة إكرامي ثابت البطل شبير الحضري وغيرهم من الأسماء وصولا طبعا لمحمد الشناوي تجد أنه فيه علامة استفهام كبيرة جدا يعني الحضري مع المنتخب الوطني والشناوي مع المنتخب الوطني قدموا مستويات وحققوا إنجازات وأرقام كبيرة جدا يعني الحضري تلاتة أربعة أمم أفريقيا لأنه كان موجود طبعا في 98 لعب كاس عالم الشناوي لعب كاس عالم وصل مع مصر نهائي أمم أفريقيا فبالتالي تتكلم على حراس أصحاب إنجازات وحرسوا مرمى الندي الأكبر على مستوى الوطن العربي وأفريقيا وغيرهم كتير من الأسماء المميزة السؤال هنا وأنا بشوف مثلا معظم الدوريات يعني طبعا بتابع بشكل أساسي الدوري الإنجليزي بشوف بعض مباراة الدوري الأسباني بشوف بعض مطشاط في فرنسا وإيطاليا لكن في النهاية أنا بشوف حراس مرمى أقل بكتير جدا من الأسماء اللي أنا قلت لحضراتكم عليها وبتالي علامة استفهام إنه مافيش حارس مرمى مصري احترف في نادي كبير مع أن بشوف إنه إمكانياتهم ومستوياتهم تسمح ليهم بدا على كل أحوال إحنا بنتكلم في شهر هي المرة الأولى من ثلاث مواسم اللي تتاح فيها لفرقة النادي الأهلي إنه يبقى عندها فترة راحة سلبية ويبقى عندها فرصة كمان لأن يكون فيه معسكر أعداد على أعلى مستوى تستقبل به موسم جديد جاي وإحنا تحديدا بنتكلم في حوالي 35 يوم هي معاد ضربة الانطلاق لبطولة أو مشوار النادي الأهلي في بطولة أفريقيا ومن دلوقتي الحقيقة خلينا أطمنكم إنه جهاز الكرة في النادي الأهلي يناقش مع الجهاز الإداري للفريق ترتيبات أول رحلة إن شاء الله لعملاق أفريقيا المرد الأحمر فيه النسخة الجديدة من دولي الأبطال كلام طبعا لسه ما تحددش على هنواجه مين يعني إيه منواجه اتحاد من السيل التونسي أو نواجه الجيش الرواندي دول فرقتين هيتقابلوا في الدول 64 اللي أهلي تلع فيها باي نتيجة الأهلي هو النادي الأول على مستوى قارة أفريقيا من حيث ترتيب النقاط والنتائج وبالتالي أنت مش تلعب دول 64 في البدايات في أول 9 أنت هتنتظر لأول أسبوع من عشر ما بين 7 و 8 و 9 أكتوبر هيكون ضربة البداية أو ضربة الانطلاق مع الفائز من واحد من الفرقتين دول فبالتالي بدأ النادي وبدأ الجهاز الإداري إنه يحضر معلومات عن الفرقتين أي إن كان مين الفريق اللي هيصعد أو الفريق اللي هيتأهل لمواجهة النادي الأهلي هيتم جمع البيانات عنه هيتم كمان ترتيب عدد من الأمور الخاصة بالرحلة المنتظرة إن شاء الله بإذن الله سواء فيما يتعلق بقى بإجراءات السفر إجراءات الإقامة ملاعب التدريب كل ما يتعلق بمشوار الأهلي إن شاء الله أو بداية مشوار الأهلي في بطولة أفريقيا بدأ فتح ملفه بالفعل وكل المعلومات وكل التفاصيل الخاصة بيها بيتم تجهزها عن دور الـ 32 أو الدور التمهيدي ما قبل طبعا دور المجموعات خلينا نروح لخبر تاني عن منتخب الشباب الحقيقة يمكن منتخب الشباب المصري بيرفض بطولة أو مشاركة في بطولة كرواتيا الودية بعد ما تم بالفعل اتفاق على مباراتين وديتين في الفترة المقبلة الجاز الفني لمنتخب مصر أعلن بخيارة طبعا كابتن محمود جابر أعلن عن قبول عرض المشاركة في بطولة ودية في شهر سبتمبر الجاري البطولة دي هشترك فيها عدد من المنتخبات الأوروبية وفضل عندها أنه يخود مباريات ودية مع بعض المنتخبات الأفريقية وخصوصا طبعا أنها في نفس المدارس الكروية اللي هيقابلها في نهايات كاس الأمم للشباب النهاردة طبعا فيه مطشط كبيرة والصدمة كانت في تعادل ليفر بول المؤلم لعشاء محمد صلاح أعتقد أنه البدايات صعبة جدا وعلى فاكرة الأمر اللي نطبق بس على ليفر أعتقد شلسي كمان اتعادل النهاردة الكبار يعانوا بشكل عام في الدولة الانجليزية باستثناء سيتي وجوارديولا وهلند اللي بداية كده الحقيقة بتقولوا أنه هم جايين يأخدوا أو يأكلوا الأخضر وليا بس عندنا موضوعات كتيرة جدا وعندنا لقاء مهم جدا في السادسة عن الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي في نسخته الجديدة بس نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم ده الكلام على الكرة الإيطالية وخصوصا أنه الدوري الإيطالي بتهيأل يعني استعادل جزء كبير جدا من قوته ومن بريقه وعودة بداية طبعا انهاء السيطرة المطلقة لليوفنتس على مدار عشر مواسم متتالية كان فيها البطل الأوحد لإيطاليا بدخول الإنتر في الموسم قبل الماضي ودخول الميلا وتتوجهم في الموسم الأخير رجع مرة تانية قوة المنافسة وحلاوة المنافسة في الدوري إيطالي من إدارش ننسى عندها تانية زي روما بطل الكونفرنس ليج والحقيقة عمل ميركاتو أكتر من رائع وبيقدم نسخة مختلفة لحد كبير تحت قيادة مورينيو عندنا كمان نابولي عندنا عدد كبير جدا من الفرق اللي بيخلي الحقيقة للدوري طعم وشكل ولون مختلف تماما عن فترة يمكن ان حصلت فيها الأضواء بشكل أو بآخر عن الكلش أو المسابة الدوري الإيطالي هيكون معنا واحد من نجوم روما ونابولي مش أي نابولي نابولي الجيل الدهبي تحت قيادة الساحر مارادونا طبعا ييجو أرماندو مارادونا أندرياء كارنيفالي وهو طبعا واحد من نجوم منتخب إيطاليا وهو حاليا المسؤول عن القطاع الرياضي في نادي أودنيزي بداية خلينا نستقبله طبعا ونرحبه على شاشة الأهلي ونشكره طبعا شكرا جزيلا على مشاركته معنا في السادسة شكرا شكرا لكم وشكرا على توجيه الدعوة عبر قناة النادي الأهلي وأتمنى أن نكون معامل حلقة عظيمة معكم يمكن في اللقطات التي نحن لسه شايفينها يعني الجيل الدهبي لنابولي الإيطالي بالقيادة طبعا ديجو أرماندو مارادونا وانت كنت واحد من زملاء الملعب فترة أكيد ما تتنسيش من التاريخ أهم ما يميز الفترات دي وتكلمني عن تجربتك كمان مع واحد من أساطير اللعبة على مدار تاريخها مارادونا الدولي الأرجنتيني إذا ما تحدثنا عن الزمن الجميل والزمن العظيم الذي ذكرته تسعة وتمانين تسعين عندما كانت نابولي الأكوا في إيطاليا كنت تحدث عن مارادونا كاريكا كارنيفالي كنت محزوز باللعب مع مارادونا واللعب مع هلاء كنا نلعب فانباستين روت خوليت فرانكو باريزي كانت منافسة مع عزماء وأنت تدرك مدى عظمة الأسماء وعظمة هذا الوقت لأننا كنا نلعب من عجل الشغف وكنا الأفضل في العالم وكانت إيطاليا أفضل في العالم لأن هناك التالينتو الموهبة وكانت كرة القدم الإيطالية هي تسيطر ويكفى أنك كان لدينا مارادونا يعني قبل ما أدخل في الموضوع بما أنك أثرت النقطة دي يمكن كان الدوري الإيطالي وكانت الأندية الإيطالية كلها هي الوجهة الأولى والهدف الأول لكل المواهب ولكل نجوم الكرة في كل مكان في العالم إيه اللي حصل وإيه اللي تغير ولماذا؟ يعني تغيرت الدفة زي ما بيقولوا وزعبت لدوريات أخرى زي دوري الإنجليزي ودوري الأسباني لأن هناك اختلاف كبير لأننا نتحدث عن الأعوام الأخيرة التي أعانت فيها إيطاليا عندما تعاني إيطاليا على مستوى الدوري يعاني المنتخب ويعاني المواهب إذا ما تحدثنا بالنسبة لفريق كاودينيزا الذي أعمل معه منذ 21 عام وإذا ما قرناه بأقل الفرق في واتفورد في إنجلترا أعتقد أن الكرة الإنجليزية أفضل من الكرة الإيطالية حاليا لأن هناك المصرفات كثيرة وهناك أشياء كثيرة ضخ الأموال والإستثمارات في الكرة الإنجليزية وعوائد البس الفضائي أيضا تجعل هناك العديد من الاختلافات وتجعل الدور الإنجليز والدوريات الأخرى أفضل من الدور الإيطالي يعني بالتأكيد الإمكانيات المالية أو الاقتصادية للأندية بقت واحدة من أهم عوامل النجاح لكن على مدار تاريخ طويل جدا قدمت الكرة الإيطالية للعالم كله أسماء على أعلى مستوى يعني أنا شخصيا تابعت وعجبت بعدد كبير جدا من أسماء النجوم الإيطاليين فيالي، زولا، روبيرتو باجيو، توتي، دل بيرو وغيرهم وكسانو وغيرهم من النجوم لكن النهاردة لما باجي بص الكرة الإيطالية ما فيش نفس القد مالديني، ناستا، بيرلو وغيرهم النهاردة على مستوى الكرة الإيطالية مش قادر أشوف نجوم سواء بيلعبوا في الأندية الإيطالية أو حتى بيلعبوا خارج إيطاليا صعب جدا أن نقوم بعمل مقارنات بين أولئك الأسماء التي ذكرتها لأنهم كانوا أبطال وكما ذكرت في بداية الحلقة هناك فرق بين الموهبة والموهبة المصنوعة اللعبة المصنوعة هؤلاء الذين ذكرتهم كانوا أبطال بالنسبة لي، توتي، كسانو ودل بيرو هؤلاء كانوا آخر الزمن الجميل وآخر عن أود الجمال في الكرة الإيطالية لأن هؤلاء كانوا شبان وكانت لديهم موهبة لكن إذا ما تحدثنا عن روبرتو باجو، كارنيفالي، فدريكو، زانيولو لكن إذا ما تحدثنا عن هؤلاء أقصد نيكولو زانيولو لاعب روما موهبة ولكن ضعيف جسمانيا وبدانيا وهؤلاء اللعبون الشباب استحالة يكونوا مثل باجو وأنشلوتي وفرانكو باريزي نيجي للنسخة الجديدة من الكالتشو من الدوري الإيطالي بداية توقعاتك ورؤيتك لدرب ميلانو الإنتر في مواجهة الأيسي ميلان النهاردة توقعاتك للقاء وشايف مين هيكون بينهم المنافسة أو الفرقة المرشحة للتتويج السندي أحد أسمعك الآن الإنتر قام بتسجيل الهدف الأول على الميلان الإنتر يتقدم في الدقيقة 27 ومباراة ستكون طويلة الميلان فريق قوي وفريق سينافس الإنتر في مزالة المباراة قوية لكن بالنسبة لي فابوريت الإنتر مفضل وقد يفوز بالليلة من الفرع المرشحة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي الموسم ده بالنسبة لي على العام الماضي كنت تكاهنت بنتائج بالنسبة لي كان المفضل الميلان أو نابولي العام الماضي اخترت الآن تعادل الميلان تعادل الميلان الآن ونحن نتحدث الميلان قام بإحراز التعادل الموسم ده من وجهة نظرك مين الأقرم نتحدث عن الموسم الحالي أتمنى وأعتقد أن نابولي نابولي قد يعوده ولا هي الحزوز في الفوز بسكودتو أنا بالنسبة لي هذا العام أقول ميلان انتر وبالنسبة لي المركز الثالث روما لأن روما قامت بعمل مركات عظيم وكما ذكرت وأعيد وأكرر ميلان انتر روما هم المفضلين بالنسبة لي للمنافسة على الأسكودتو ده معنى أنك استبعت اليوفنتوس وأن معاناة اليوفنتوس هتستمر للمسم الثالث على التواني في النسبة لي أعتقد أني قد نسيت نابولي نابولي بالنسبة لي لا منسيت لسه لاتسي ولسه نابولي بس خلينا نتكلم عن اليوفي اليوفي يقوم ببناء نادي كثير ويقوم ببناء فريق كثير أعتقد أن اليوفي بالنسبة لي هناك مشاكل كبيرة صنعها أندريا أنيينلي وهذه المشاكل لن تحل في المستوى القريب مشاكل كثيرة أيضا بين أعضاء نادي اليوفي أصارت على مستقبل الفريق اليوفي مستبعد بالنسبة لي طيب وبالنسبة لي ويمكن أنا أعرف أنه في ديربي آخر أو لقاء آخر صدامي هيكون بين نابولي ولاتسيو توقعاتك لي بالنسبة لي سيكون مباراة جميلة للمشاهدة نابولي ولاتسيو والناديين يكونون العديد من الشباب بالنسبة لي نابولي ولاتسيو كد يكونون الفريق الأكثر حزوزا في هذه المباراة سيكون لاتسيو لأن لاتسيو كد تقوم بالصنع المفاجأة لن يفوز بسكوديتو ولكن سيناور من بعيد وقد تكون مفاجأة الحصان الأسود في البطولة لو كلمنا على الميركاتو السندي يمكن نتختم الحقيقة بصفقة كد مفاجأة رحيل أرتور أرتور الدولي البرازيلي من يوفنتوس لصالح ليفر بول خلينا أكلمك أكثر عن الميركاتو بشكل عام وأهم ثلاث صفقات على مستوى عنديد الدولي الإيطالي من وجهة نظر أندريا كارنيفالي بالنسبة لي فينالدوم نعب السابق لليفر بول وباريس سين جرمان كان بالنسبة لي الميركاتو الأفضل وأهم لاعب كام بالتوقيع لروما بالنسبة لي المركز الأول وأعتقد أن فينالدوم وتعاقده مع روما كان أفضل تعاقد وأعتقد أن روما كام بعمل ميركاتو كبير وعظيم اللاعبين الآخرين أعتقد لاعب نابولي كفارة سليخية الجورجي لأن اللاعب الجورجي كفارة سليخية سيكون بعمل عظيم مع نابولي والدولي الإيطالي وأعتقد أن إضافة كبيرة لسكوديتو انتقال ديبالا بالنسبة لك مش الصفقة الأهم انتقال فاولو ديبالا من يوفينتوس لروما أعتقد أن انتقال ديبالا كان انتقال عظيم وكان لديه الحماس من الانتقال لروما لأن ديبالا وجد دلته في روما كان يريد الأفضل من ذلك لكن عندما قاموا بالاتصال به ذهب إلى المدينة الساحرة وأعتقد أن ديبالا يتميز بالسرعة ويتميز بالمهارة ويتميز بأشياء كثيرة سيكون لعب أساسي وسيكون أيقونة أساسية إذا ما فازت روما بسكوديتو أو على الأقل لقب محل هذا العالم ديبالا في اليوفينتوس قادر على تعويض غياب ديبالا أو رحيل ديبالا ديبالا خارج التقييم لأن ديبالا لعب كبير ولاعب عظيم وأعتقد أن إضافة كبيرة للبيانكينيرو كل ما قام به مع باريسا جرمان ومع ريال مدريد لا يجب أن ننسى ديمارية ويجب أن نعطى ديمارية كل تقدير لأنه يستحق وقد يعود الأرجنتيني لكن بالنسبة لي ينقص ديمارية فقط الحالة البدنية إذا ما كان في حالة بدنية عظيمة قد يكون إضافة لهم اتكلمنا في البداية وأنت أشارت الأهمية القدرات المالية للمنافسة وتحقيق الألقاب وأعتقد أنه يمكن صفقة استحواز ريد بيرد على الميلان ممكن تكون الصفقة الأهم والأبرز وخصوصا بعد نجاحهم الكبير جدا اللي حصل في إنجلترا وتحديدا مع ليفر بول هل تتوقع أنه التجربة تؤتي بنفس السمار وأنه ممكن الميلان مش بس ينافس على مستوى الكالتشو الإيطال لكن كمان ينافس على الألقاب الأوروبية هنمتكلم على تاني أفضل رقم في تحقيق بطولة دوري الأبطال بعد ريال مدريد قبل كل شيء عندما يصل إلى إيطاليا هؤلاء العظماء نتحدث عن رجال الأعمال رجال الأعمال الأمريكان والعرب والروس بالنسبة لي هذا يكون شيء إيجابي للقرى الإيطالية لأنهم ينقلوا إيطاليا من الأزمة الاقتصادية إلى أن تعود إيطاليا إلى الواجهة على الأقل من الناحية الاقتصادية لأن كما ذكرت وأكرر في أول الحلقة أن إيطاليا تعاني والقرى الإيطالية تعاني اقتصادية وقد تخطانا الدورة الإنجليزية لكن بالنسبة لي وجود الأمريكان في ميلانو قد تكون نقطة إيجابية كبيرة للميلان لأنهم يهتموا بالميلان ويعرفوا قيدا قيمة الميلان وقيمة جماهير الميلان إذا ما تحدثنا عن الميلان نتحدث عن برلسكوني برلسكوني إذا تتذكر فاذا بخمسة وعشرين بطولة مع الميلان وهذا رقم كبير وعظيم من الصعب أن يعوده أي رئيس أو مسؤول إذا ما تحدثنا عن العمل الكبير إذا ما تحدثنا عن ذلك يجب أن نتحدث عن باولو مالديني وعن فيدريكو ماتسارا المدير الرياضي كي يقومون بعمل عظيم مع عائلة ريت بيرد الأمريكان إذا تحدثنا عن ذلك يجب أن نقوم بانتداب سيفانو بيولي وراهنوا على بيولي ونجح بيولي العام الماضي وقام بعمل مجموعة كبيرة من ميلان بعد إجراء أرعت بطولة دوري أبطال أوروبا أنا أعرف أنه روما ممكن يكون حقق بطولة الكونفرنس ليج لكن بالنسبة لجماهير الكرة في إيطاليا وأعتقد أنه يعني معظم الشعب الإيطالي مجنون بكرة القدم يهمهم جدا أنه فريق إيطالي على الأقل يحقق لقب دوري الأبطال هل ترى أنه في فريق إيطالي عنده حظوظ على أهل تأدير للمنافسة على لقب دوري الأبطال في الموسم اللي جاي؟ أتحدث معك وأنت تتحدث مع أحد الذين كانت لديهم تجربة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لي أتمنى الميلان أن يفوز بشامبيوز ليج هذه قد تكون مفاجأة لشاشاتكم أنا أعشق الميلان بالرغم من عدم نعب الميلان لكن أتمنى أن أرى الميلان في تشامبيوز ليج لأن الميلان فخر لإيطاليا في دوري أبطال أوروبا أعتقد أن هناك أيضا باريس سين جرمان هناك ليفربول هناك بايرن ميونيخ لكن هؤلاء الذين ذكرتهم من الأجانب هم أفضل من الإيطاليين لكن بالنسبة لي كل صراحة الإنتر قد يشرف إيطاليا في دوري أبطال أوروبا خليني أسألك عن تجربة محمد صلاح لأنه أعتقد أنه بداية النطج وبداية التواهج للنجم المصري محمد صلاح بدأت في إيطاليا بدأت مع فيورنتينا ثم بعد كده استمرت مع روما قبل الانتقال الدوري الإنجليزي لليفربول إزاي شفت تجربة محمد صلاح من وجهة نظرك وإزاي شفت استمراريته وتقلقه مع ليفربول بالنسبة لي بكل الصدق يجب أن أكون صريحا محمد صلاح نشأ في بازل ولا يجب أن ننسى مرحلة محمد صلاح مع بازل محمد صلاح قام بإضافة عظيمة أفيرنتينا أفيرنتينا ثم انتقال صلاح إلى أفيرنتينا ثم إلى روما ثم إلى ليفربول نتحدث عن مرحلة عظيمة لكن محمد صلاح نشأ يوم بعد يوم شهر بعد شهر عام بعد عام يتطور الملعب قام بعمل تاريخ كبير لمصر والدولة المصرية كلاعب كرة قدم مصري بالنسبة لي إذا ما كان الأمر بيدي سأعطي محمد صلاح البالندور الكرة الزبية لأن صلاح خارج التقييم كان بعمل عظيم مع ليفربول وكان يستحق البالندور أتمنى أن يفوز بها الموسم القادم يهمني أسألك وإنت المسؤول الأول عن القطاع الرياضي في نادي أودينيزي عن أيضا موهبة مصرية شابة المهاجم المصري صلاح برشا إزاي بتشوفه وإزاي بتشوف قدرته على التصعيد أو قدرتكم على تصعيده للفريق الأول وإزاي بتشوف مستقبله في الكرة في إيطاليا بالنسبة لي مع صلاح باشا كمنا بالتعاقد معه ثلاث سنوات ماضية مع صلاح باشا قام بعمل رائع معنا وقام بعمل بطول عظيمة مع المنتخب الشباب المصري بالنسبة لي صلاح باشا فاز ب بريما فيرا بي الدرجة الثانية وأتمنى أن يتم تأهيله للسيريا وتحدثنا في هذا مع المدرب وأعتقد أن صلاح باشا خبر سعيد قد تشاهدناه في السيريا دور الدرجة الأولى هذا العام وبالنسبة لي هذا العام يجب أن يكون صلاح باشا مؤثر معنا في أودينيزي وقد يكون أيضا إضافة للكرة المصرية وأنا أعتقد أن صلاح باشا سوف يقوم بعمل كبير لأن الدور الدرجة الأولى أصعب من الدور الدرجة الثانية السيريابي لكن هو لاعب رائع ومحترف وأتمنى في يوم من الأيام أن يرتدي قميس أودينيزي رقم تسعة في السيريا سؤالي الأخير لنجب الكرة الإيطالية أندريا كارنيفالي وممكن يكون سؤال صعب إلى درجة كبيرة جدا من وجهة نظرك وانت قدت واحد من نجوم طبعا الكرة في إيطاليا والمنتخب الإيطالي إيه هي التشكيلة التاريخية لمنتخب إيطاليا أفضل 11 لبسوا تي شيرت منتخب إيطاليا على مدار التاريخ أحاول سأحاول معك بالنسبة لي زوف كحارس مرمة لأن زوف لا يعود ولا يعود إذا ما تحدثنا عن المدافعين لكن بالنسبة لي دعني أقول لك أن إيطاليا 82 كانت الأفضل بالنسبة لي أنا سوف أخطر كابريني كلاودو جينتيلي فولفيو كولوفاتي بالنسبة لي كانوا الأفضل كانوا الأفضل تستابعت فابيو كنافارو لكن بالأسف خسرنا أمام الأرجنتين بدربات وكنا أيضا منتخب فرانكو باريزي لأن يجب أن أضع فرانكو باريزي بجانب جينتيلي وفولفيو كولوفاتي وكابريني هذا عيدل روبرتو باجو أندريا كارنبالي كانوا الأفضل كانوا الأفضل كانوا الأفضل فرانكو باريزي مسيرة الأندية ومسيرة اللاعبين لما اتكلمت مع حضراتكم في بداية الحلقة وكنت بتكلم عن ثروة مصر الكروية ما كنتش ببالغ لأنه انتوا عارفين النهاردة أن رياضة يعني فلوس كتير جدا أتمنى اللاعبين تدريباتهم أجهزة الفنية معسكراتهم البطولات اللي بياخدها الأندية كل ده بيترجم في النهاية لمبالغ مالية طائلة ولما اتكلم عن الكرة تحديدا في الأهلي تعرفوا بحجم إنجازاته بحجم بطولاته بحجم تاريخه وبحجم مشاركاته وأنه يمكن يكون البطل الأول على مستوى القرى وعلى مستوى مصر دي حاجة أو حقيقة مش محتاجة نقاش ومش محتاجة إثبات وعلى مستوى المنتخبات كل ما بنتطمن كل ما بنتشوف إنه الأهلي كويس وإنه لعبته كويسة يعني عكس ده مردوده على منتخبات مصر في مراحلها المختلفة بشكل إيجابي وبالتالي لما نبص المسم الأخير ونشوف حجم الإصابات وكم الإصابات التي تعرضت لها لعبة النادي الأهلي هنا لابد أن نقف ونحط علامة استفهام القصة قصة تلاح ومواسم ولا قصة قصة أحمال زيادة ولا قصة قصة مسابقات ولا قصة قصة ضعف في العضلات ولا قصة قصة إيه بالظبط وهنا لابد أن نسأل المتخصصين ونرجع لأهل العلم إيه رأي الطب الرياضي في اللي حصل وإزاي نتفده مرة تانية بشرفنا الدكتور محمد يحيى أساز دكتور محمد يحيى رئيس قصة جراحة العظام والطب الرياضي بكلية الطب بجامعة الأزهر ضيف علينا في السادسة مسأخيدي يا دكتور مسأخي خير أهلا بحضركم أهلا بسادة مشاهدة أهلا بك دكتور محمد بداية قبل ما أدخل في التفاصيل ونعمل أو حاجة تدينا بقى التشخيص والتقييم ونوصل لمرحلة رشدة العلاج خاليني عرف من حضرتك على مستوى التطبيق وعلى مستوى الناحية العلمية أين يأخف الطب الرياضي في مصر سنين طويلة جدا من أنا صغير أشوف أنه معظم الإصابات التي كانت بتحصل بتسافر برا مصر بتروح جالبا أوروبا عشان تتعالج وتعملها برامج تأهيل وترجع هنا تاني تعمل استشفى ليتلي بقى كمان كلام ده بيحصل في بعض الدول الخليجية عايز أعرف قصة الطب الرياضي في مصر إلى أين وصلنا على مستوى التكنولوجيا على مستوى الإعداد ومعنديش شك أنه الكادر الطبي والعلمي على أعلى مستوى بس أخذنا حاجة قيم مبدأي كده طبعا بشرفني وجودي معاكو أحب بسط مفهوم الطب الرياضي للناس هو الطب الرياضي بيستهدف أنه يعمل على ارتكاء بالمستوى البدني للناس بغضى نظر بقى الرياضي وليس رياضي كلنا اللي عايزين نرتقي المستوى البدني بيالجأ طب المستوى البدني ده عشان نرتقي به محتاجين كل التخصصات الطبية فمنحتاج إيه لو عنده مشاكل يعني تحاليل محتاجين نبص على تحاليل تقوصات محتاجين نبص عليها فالطب الرياضي ده بيهدف إلى ارتكاء بالمستوى البدني بس بقى نيجي نتكلم على يعني خاصة على مستوى الرياضيين وعايزين نبص عليه على مستوى الرياضيين في الرياضات التنفسية. لا. له أهدف كثيرة. واحد منها طبعا الارتقاب المستوى البدني ده في منتهى الأهمية. اثنين لازم يتحط برامج للوقاية من الإصابات. وده حاجة عالمية معمول بها. وده في منتهى الأهمية. وده ممكن نحن لسه بعيد عنها كثير. ونأمل أنها تبدأ تدخل في بلدنا. لسه بعيد عنها من ناحية التطبيق ولا من ناحية الموارد البشرية والإمكانات البشرية اللي ممكن تقوم بالدور ده. الموارد البشرية موجودة. الأجهزة موجودة. الفكر نفسه. الفكر نفسه. يعني حاجة بتعمل برنامج يعني توعية جامدة. ما شاء الله. يعني أنت بتبدأ تحط إيدك على نقطة. انت عايز تعمل توعية. فالتوعية دي. لما لما الناس تفهمها. هتتجه إليه. لأنها مش اختراع مصري. لأ ده اختراع عالمي. اللجنة الانبية الدولية بتعمل مؤتمر كل ثلاث سنين. فنسخيته الستة كانت السنة اللي فاتت. اسمه المؤتمر. اسمه مؤتمر اللجنة والانبية الدولية للوقاية من الأمراض والإصابات الرياضية. هو اسمه كده. ايه. ففي ستة. بشكل دولي. يعني بقاله 18 او 19 سنة عشان هو تأجل سنة. 19 سنة. اول مؤتمر عقد. فبالتالي ده تارجت وهدف رئيسي لللجنة والانبية الدولية. يعني هدفه. وطلعوا براها. من ساعة ما تلعط براها المنشطات. لأن المنشطات دي قضية تانية. مكافحة المنشطات ده جزء غيره من الطب الرياضي. فطلعوا براها المنشطات. في مصر هنا موضوع. يعني لك كبر دماغ بلا منشطات بلا بتاعها. مع انه في العالم كله معمول بيافق كل البطولات الكبرى بيبقى في كل الرياضات. مش بس كورت القدم. ان شاء الله دخلت مصر وبكوة الفترة الأخيرة. اعتقد السنة دي هتبقى. هيتام متطبئة. يعني بقى في كشف على. ان شاء الله في كل المنشطات. ان شاء الله. هي طبعا مكلفة. بس يعني هي طبعا يعني بقى هدف رئيسي. تمام. دايما في اي مجال طبي يعني بيقولوا دايما انه الوقاية خير من العلاقة. مفترض انه وخصوصا طبعا لما كون بكلم على اندية محترفة. اداراتها بتصرف يعني مئة الملايين على نشاطات رياضية مختلفة. وبالتالي اللعيبة دي هي ثروة. ثروة للاندية وثروة ايضا للمنتخبات الوطنية. وبالتالي مهم جدا اعرف الخطوات الاولة. الواجب اتباح عشان اعمل جزء الوقاية. ايه المطلوب مني. وخصوصا مع انه انا يعني بحط في الاعتبار انه في فروق فردية وفي فروق جامعية. فروق فردية على مستوى اللاعبين وعلى مستوى نوع الرياضة. وفروق جامعية على مستوى المشاركات. لما اجي قرن الاهلي مثلا كنادي في مصر. مش ممكن اقرنه مع اي نادي تاني لانه عدد مشاركات وعدد بطولاته وعدد المباريات اللي بتخذها لعبته اكبر بكتير جدا من اي لعب تاني. وبالتالي ازاي اعمل او ازاي اقيم او احط البرنامج اللي من خلاله اعمل الوقاية اللي لعبتي من درجات الاصابة المختلفة. هو لازم الاول خالص يكون فيه خطوة. الخطوة دي مش موجودة وتمنى تبقى موجودة. ايه. في النادي الاهلي وفي كل الاندية لازم يعني كبرى او كل الاندية تبقى موجودة. ايه. حاجة اسمها بمعنى اختبارات قبل ممارسة الرياضة من الاول خالص. او انت هجيب اللاعب لازم تعمل اختبارات. الاختبارات دي بتبقى ايه. ده بتبقى فيه اجهزة حديثة. ممكن بعد الله حقا. انا اعتقد انه اي صفقة بيبرمها اي نادي في مصر. وخصوصا الاهلي بيخضع اللاعب لكشف طبي. كشف طبي حاجة. والاختبارات دي حاجة تانية خالص. عضل عضلة بتتمسك. مفصل مفصل بتتمسك الكوة بتاعته. العيب ايه، انه بي كافات بدنية. ولازم يكون عندك سستم الكتروني موجود. الحاجات دي بتتمها عن طريق اجهزة طبعا. الاجهزة طبعا. ايكو. الاجهزة دي موجودة عندنا في مصر؟ موجودة في مصر. في اي نادي في مصر او انداء ايه. في بعض الناس بتعمل. في بعض الناس بتعمل. حاجات فرد. ايكو حاجات فردي. بس مش فكرة عام. فطرما عندما تعمل توعية لفكرة عام، يجب أن يبدأ حاجة فكرة عام، يجب أن يكون هناك. حتى كمان عندنا فيه اختبارات قبل الممارسة، يجب أن تشمل القلب الرياضي. هذه بدأت عليها توعية من 3 أو 4 سنين مع مستشوى دينيل. يحاولون منتهى القوة أنه دخل المشروع كبير، ويجب أن الأهل يعمل هناك زيارة وعملوا بعض الاختبارات. فده مهم، لكن أنا أتكلم عن إيه؟ هذا فقط للقلب الرياضي، لكن بقية الاختبارات قبل ممارسة الرياضة ليس موجودة. طيب نأتي نتكلم، لن نتكلم إحنا من البيز، لو حد حصل له إصابة وفي عنده بيانات كاملة كان بيؤدي إزاي؟ هتقدر تعرف بعد الإصابة رجع ولا مرجحش؟ مظبوط. لكن لو ما عندكش البيانات دي؟ مقدر شعر. هتقول له ههو بقى يلا بقى كويس بس يلا بسرعة، فمش هتقدر تعرف. لكن هل استعاد حالته مقابل الإصابة؟ لا، ما فيش حاجة تقدر تقتل، فيش دليل مادي، بالأسف، ما فيش دليل مادي، وعشان كده فيه ناس كثير، بتقول ده مستوى لسه مرجحش، لو هو لسه مرجحش فعلا، بس مش بالعين، يبقى نشوفه بالإيه، فبالتالي نعرف عشان ما يحصلوش إصابة، يبقى لازم يرجع للمستوى اللي كان عليه، عشان هيقدي نفس الأداء، وإلا هيحصل له إصابات تانية، وده نفسر من هنا لإصابات تانية بتقصد. أنا هاجي لنقطة تكرار الإصابات، وهاجي لنقطة عامل السن في التأثير على الرجوع من الإصابة، هاجي لبس دي في التفاصيل، لكن خلينا نكامل حاجة كنت بتقول. طيب، نيجي بقى لنقطة تانية مثلا، فيه تحليل بعض التحليل حديثة من 2014 ظهرت على مستوى العالم، تحليل اسمه DNA فيت، اللي هو البصمة الوراثية للإنسان الرياضي، تعرف البصمة بتاعته، الاستشفاء بتاعته قد إيه، أنت لازم مش كل واحد، في واحد الاستشفاء بتاعته بيحتاج تفاصيل بقى تفاصيل، في بصمة ورصيل للرياضيين، نحن هنا منتخب مصر عامل التحليل، منتخب مصر عامل 2016، كان مدير فاجني في الوقت ده، أنا مش متذكر، بس أنا اللي أنا متذكره، أول ما ظهر على العالم ظهر في 2014، ظهر في 2014، وإحنا دخلنا فيه، بيديني إيه بقى التحليل؟ ده بيتعامل حتى مرة واحدة، ده هيقول لك تاكل إيه، وتقلل في إيه، طبيعتك عندك قابلية لسامنا، ولا لأ، الاستشفاء بتاعك، في واحد لاعب محتاج يوم في استشفاء، واحد محتاج تلات يام، فبالتالي مش كل الناس هتاخد نفس الجرعة، ده كل ده بيتم عن طريق أجهزة، لا ده مسحة بتتاخد، مسحة من البقكة بتتاخد، تاخد عشر سوائل عم تاخد المسحة، وبتباعة التحليل، يتعامل تزال نتيجة في خلال الأسبوعين، تديني إبقى إيه؟ ده كتاب، ده بيطلع كتاب كامل، يطلع كتاب عن اللاعب، كل حاجة بقى عنه، فالطبقوا، المدرب يأخذوا ويطبقوا، واللعب يأخذوا ويطبقوا، بذلك لو بدأت، يعني هنا احنا بنتكلم على، فردية أو خصوصية التعامل، مع كل لاعب داخل الفريق الواحد، بشكل مختلف، بالزبط، يعني مش كله ممكن يأخذ نفس الأعمال، مش كله نفس جرعة تدريبية، مش كله نفس الطريقة الاستشفاء، أو برامج الاستشفاء، فيه اختلافات، ممكن حسب البصمة الوراثية دي، ممكن أقدر أحدد أخذ المانيوال، زي ما بيقولوا، موضوع العلم، لما يدخل، يبقى إيه؟ هنرتقي، طالما بنصرف ملايين، يبقى الملايين اللي بتصرف بشاجات بسيطة جنبها، هتخلي، فعلا ده استثمار، أحسن استثمار، يعني لما تعمل بقى التحليل، وتشوف المشاكل اللي موجودة الحقيقية، هل هل تعالى منحك أن فيه لعيبة كتير، بنجي نعملهم تحليل فيتامين دي، نقص مثلا وكالسيوم، وده بيؤدي إلى، فبالتالي محتاج منظومة كاملة متكاملة، عشان مش تبص بقى على الإصابة، لا على جسم الصحة، ترتقي بالصحة، تقلل الإصابة، تقلل الأمراض، يعني مش نظرة، فبالتالي محتاج كمان تعمل فايل إلكتروني، يعني يجي الوقت اللي لازم يبقى فيه فايل إلكتروني لكل لعب موجود، حضرتك عندك وقت تتابع كرة؟ أنا بتابع، أنا بحب الأهلي، فبتابع دائما، طب هاي، دي بقى أكيد تابعة الكامل كبير جدا من الإصابات، التي تعرضت لفرقة النادي الأهلي الموسم ده، وده كان يعني المدخل الرئيسي لنا، نحن نفكر في أن نطرح ملف الطب الرياضي في مصر، ونتشرف بمقابلة حضرتك، هل، يعني ما حاجت بتشوف الثلاث مواسم الأخيرة كلها على بعض الباكتج واحد، من رأي طبيب طبعا، ومتخصص، هل القصة قصة فعلا تلحم مواسم، وأنه مهما كان جودة التكوين العضلي أو الجسدي لعبة الكورة، في عندها قدرة معينة، وبصرف النظر عن سنها، وبصرف النظر عن عادة، هل في عندها قدرة معينة، أو في مينمم معين، أو ماكسيمم معين لللاعب، عدد مباريات يقدر يلعبوا في الموسم الواحد، هل الأسباب مرتبطة بفكرة تلحم المواسم ومتدادها، هل الأسباب مرتبطة بكسرة عدد المنشاط اللي لعبتها لعبة الأهلي في الثلاث مواسم الأخيرة، هل القصة مرتبطة بالأحمال، وعايز أفهم الحق، إيه قصة الأحمال دي، لأنه أنا من خلال المحللين كتير، وطبعا أنا مش خبير، سميات السينيريوهات مختلف، هناك ناس بتقول أن تفاوت الأحمال، أو الأجهزات الكتير اللي بتخدها العيبة في نص الموسم، في محاولة راحتهم، كانت هي واحدة من أهم أسباب الإصابة، وفي ناس ثانية تقول لا، والله ده كان شيء مهم جدا ومطلوب، لأنه العيبة دي، ما خدتش فترات راحة سلبية على مدار ثلاث مواسم، وبالتالي، كل ما يكون فيه فرصة أنك أنت تريحهم من الإجهاد، يبقى تديهم أجهزات، ما هي القصة أو تفسير حضرتك لها؟ أنا سأرجع للنقطة زي ما بدأت، لو فيه فايل طبي موجود حقيقي لكل يعب، فيه المستوى البدني بتاعه، نحن بلتكلم الفنيات دي، تابع المدير الفني، أما ما هو يمثل الصحة، والمستوى الأداء يرتقي، ده طب الرياضي، فإذا فعلا فيه فايل موجود، فانت الفايل ده، حيبقى إنديكيت إن فيه، وعرفت بقى إن فيه إجهاد، ومفيش راحات، هتعرف إنه حصل إصابات، تمام، فبالتالي لازم تدخل، لازم يبقى فيه راحات، فبالتالي من هنا، إحنا الفكر، الإسلوب العلمي لازم، تقدر من خلال الملف ده دكتور محمد، تحدد العضلة دي، أو الجسم ده، يقدر يخوت كم مبارة مثلا على مدار الموسم، كحد أقصى، لا بص حدك، أوروبا عملت إيه؟ أوروبا اللي إحنا دائما بنتعلم منهم، خل الموسم الرياضي، الكروي، عشر شهور، من أول ماتش، آخر ماتش عشر شهور، فيه شهرين براهم، هل إحنا عملنا كده؟ لا طبعا، ما عملناش كده، ليه عمل كده؟ لأن فيه فترة راحة سلبية، ثم فيه فترة إعادات بدني، بيشوف المستوى البدني فيه نوصل، عشان يرتقي بيه ويطلع بيه، فهم بيعملون كده فعلا، يعملون بنامج البدني، في بداية بنامج البدني، بيبقى إعداد بدني أكثر منه تك، يعني، لا حتى بيبقى شيء مباريات، ولا مشاركات، بيبقى إعداد بدني، إعداد بدني، مش فني، يبدأ الفني، عشان الحاجات اللي نقصة، يبدأ يركز فني، قبل ما يبدأوا يشاركوا مع بعض في مبارات تجربية، لكن البداية إعداد بدني، بعد راحة سلبية، نحن ما بنعملش ده، لو عملنا ده، أتمنى السلاجة تبقى ده عمل، يعني، الأهلي عمل ده بقرار، أعتقد كان مدروس، قبل حتى نهاية الموسم، بأنه يدي راحة سلبية لمعظم اللاعبين، اللي خدوا معظم المتشاط أو المباريات، بس هو أخذها بالتقارير، يعني، لما سامع أن دي مشاكل، يعني، أصلي ما بقتش روتين، دي لازم روتين إجباري، أي، نحن نتحرك في منظومة عشوائية، فنحاول أن نتفادى عشوائية المنظومة، لا ينفع الشباب فيها عشوائية، لازم نقول ملايين، ملايين دي هتصرف عليها، فلازم نحافظ عليها، نحن نعشق العشوائية، دكتور محمد، حالك بتكلم فيه، يعني، ثلاث مواسم، يعني، يجب أن يدرسوا في تاريخ الرياضة، إزاي ما تنظمش المسابقات، نعم، مشاوجودها في العالم كله، هناك دوري، زي بالزبط ما كنت بقول من ثواني، لدكتور محمد يحيى ضيفي في السادسة، أن الموضوع كبير جد، ويمكن في الجزء ما قبل الفاصل، كما نتكلم على فكرة المقدمات، أو القواعد والأسس اللي تبني عليها، فكرة إنجاز التعبير، يعني، الملف الطبي، بداية من جزئية القياسات، موروراً بالـ DNA اللي تكلمنا عليها، وعدنا عليها سريعاً، ومحتاج لوحدها في الـ DNA دي، محتاج أعمل حلقة كاملة مع دكتور محمد يحيى، زي ما اتفقت مع حضراتكم، هم نتكلم النهاردة في الخطوط العريضة، مرة تانية براحب بك دكتور محمد، كنا نتكلم في الـ أو الدش أثناء الفاصل، حياتك قلت لي على أنه، في حاجة جديدة تعملت اسمها الـ DNA Fit، دي حاجة تعاملت تابعة الفيفا تابريد، أو تحدد دور، فيفا عمل حاجة اسمها 11 بلس تدريبات معينة، دي الـ DNA Fit اللي احنا اتكلمنا عليها، طلع كتاب، لما تعمل التمرينات دي، معدلات الإصابات إلي، وتعملت عليها، إحنا بأنقصنا حاجة مهمة جدا للأبحاث العلمية، هد بيجي يعمل أبحاث علمية، مثلا، ده النادي تطلع منه أبحاث رهيبة، تشوف معدلات الإصابات إذن، يعني إداتها كبيرة، فتعرف إيه الأسباب بتاعتها، لازم تحليل، لازم تحليل الإصابات، يعني يمكن برضو في الفاصل، كانت محاكة أن في حاجة اسمها إصابة، وفي حاجة اسمها تشخيص، مظبوط، فرق كبير، الإصابة ده لازم تحليل الإصابة، حصلت ليه؟ وإمتى حصلت، في بداية السنة أو في آخر السنة، وكم واحد تصاب في أول السنة، وكم واحد في آخر السنة، وكم واحد في آخر السنة، وهل متكررة أو مشوكرة؟ وهل متكررة أو مشوكرة، ملعب ده، ملعب ترتين أو ملعب عادي، الطبيعي، الحزاء اللي بتلابس، الميكانيزم ده وقت بره، في بعض الأندية، أنا أتمنى ده يبقى موجود عندنا كاميرا، بتصور كل لعب، فلما يحصل الإصابة، في واحد متخصص، دكتور متخصص، لتحليل الإصابات، يعرف الإصابة دي، إزاي، ميكانيزم بتاعها حصل ليه، وهو لازم تتشاف، عشان حاجة، انت اللعب ده بيصرف عليه ملايين، ودي حاجة بسيطة عشان، سبب الإصابة، يعني الإصابة وقعت، سبب الإصابة، يساعد، ولا تشخيص حضرتك الإصابة، هو اللي يحدد برنامج العلاج؟ حاجتين، هيفرقوا، سبب الإصابة، هيساعد أن أنت تعمل وقاية بعد كده، عشان الحاجة اللي قدت إلى الإصابة دي، مفيش تعليم يتعلم، أو غيره يتعلم، نحن قلنا الإصابات، عشان تمنع، عشان تمنع بعد كده، نحن بنقول، إيه، وقاية، منع الإصابات، الحاجة التانية، شكل الإصابة، هيفرق معنا في التشخيص، بدقة أكتر، يعني، طبعاً، نحن نستخدم وسائل مختلفة، ولكن ممكن كده، من أول نظرة، اللاعب ده جاله كذا، من أول ما تشوفه، من غير ما، قبل ما نحط إيدك عليه، بتعرف على طول، شكل الإصابة نفسه، بيحصل، أتنين، أحياناً، بيكون الملعب نفسه هو المشكلة، أنت بتلعب في ملعب مختلف، ملعب في حتة نازلة، ممكن نقفحك في الجزء دي تحديداً، في نوعية الإصابات، يعني بعيداً عن الإصابات العنيفة، اللي هي مرتبطة بالإصابات الرجبة، المرتبطة بالأوطار أو الغضريف، الإصابات العضلية تحديداً، إيه بيكون أسبابها، وإيه الفارق في التشخيص، والعلاج، والتأهيل، والعودة، بين الأطح، أو الشد، أو الإجهال؟ الأبحاث العلمية أثبتت، أن أعلى إصابة موجودة للفرق كرة القدم، هي الإصابة العضلية العضلة الخلفية، دي رقم واحد، والإصابة دي ممكن تيجي منها شد عضلي، مزق بسيط، أو قطع كل، يعني أصد فيها تشخيصات مختلفة، وهتختلف طبعاً، العلاج من ده لده لده، الأسباب بتاعتها، في سببين رئيسيين، ما بينهم الموضوع ده، واحد منهم، دائماً يحصل الإصابات دي في أول موسم أو آخر موسم، ممكن طبعاً تحصل في النص، بس غالباً، بيكون فيه دي هيدريشن، يعني نقص في الميا والسوائل، فواحد التغذية بتاعته، وفي الشرب بتاعه، أثناء المبريات والمالح، والحاجات اللي بيخدها، مش مظبوطة، ما فيش توازن، فده، ده، يعني فيه جزء لي علاقة بالتغذية، طبعاً، 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 والتوتر العصبي، الجزء الثاني بقى نيرو ماسكولر، ما نسميه، واحد ما بيتضربش تدريب للنيرو ماسكولر، بتوافق عضلي عصبي، فالتوافق العضل عصبي مهم، التوترات النفسية مهمة، يعني ياخد قرار، والعضلة تخونه في تنفيذ القرار، نعم، قرار تاني، الزهن بتاعه كمان نروح، يعني إجهاد بقى، لسه نتكلم على الإجهاد، ده بزيزة بتيجي مع الإجهاد، واحد أجهد، هي الأحمال، هنا نتكلم على الأحمال، لا، لا، هو الإجهاد، يعني إجهاد وأحمال، وليه نعمل أحمال كثيرة، بالليه بقول فيه فترة إعداد، الهدف منها، أنت تعمل أحمال، أولا، لازم تعرف الموسم كله، في شكله عامل إزاي، أنت هتغد لحاجة كده صغيرة، ولا حاجة كبيرة، فلازم تعرف شكل الموسم، فإذا أنت عندك جدو الواضح، هتغدله صح، فطبعا، للبداية صح، لا عندناش جدو الواضح، لازم في جدو الواضح، لا عندناش جدو الواضح، أنت هتشتغل فترة زمنية قد كذا، أنت النهاردة هتمشي مشوار طويل، بتملأ بنزين على قد المشوار، أنت هتغد لاعب بني آدم، هتغده على قد اللي هيعمله، فالإعداد البدني بتاعه، ما كانش عالي، إيه اللي هيحصل، وده بيفصل برضه، ليه بعض اللاعبين الحلوين قوي، أو ما يجوا النادي الأهلي، بيحصلهم إصابات، لأن هم ما تمرسوش على اللود العالي في الأهلي، فمحتاج فترة تأقلم، وفترة إعداد بدني، عشان يقدر يواكب نفس المجهود، أنت موجود إصابات كتير حصلت كثير، بيبقى أول ما يجي تصاب، وأنت بتستعجب، تقول اللي خد عين، هو مش خد عين، هو الإعداد بتاعه في النادي بتاعه السابق، غير الإعداد بتاعه اللي كان مفروض يتم، عشان يجي، مش إحنا للموسم بيبقى فيه فترة صيفية، وفترة شتوية، وحاجب تتكلم في طلاحك مواسم، يعني ما حصلش إعداد أصلا، ما حصلش راحة أساساً عشان يحصل إعداد، ما حصلش راحة عشان يحصل إعداد، فبالتالي اللي حصل، اللي عيب جاء، واللي عيب تصب، هو مش عنده عيب، مش عنده مشكلة، هو جاي سليم، بس هو الفكرة أنه لازم يتعد للحمل اللي هيعمل، فلازم تكون الأول خالص، عملت له القياسيات اللي قلنا عليها، عرفنا المستوى هو فين، بدأنا، عملنا له ديان افت، أنا مسك، عملنا له ديان افت، يجب تستخدم، طيب، هاجل الأجهزة، بس قبل أن أروح الأجهزة، قلت لي أن الفيفا عملت حاجة، تدريبية تمريرات معينة، تدريبات ودتها، وزعتها على الاتحادات، فموجود عندنا، دي تقلل، بتقلل معضل الإصابات، نسب الإصابات، اللجنة الأولمبية، أعتقد برضو، اللجنة الأولمبية الدولية، بالمؤتمر الدولي، بتعمله كل ثلاث سنين، فأول مؤتمر عمله، قالوا، هنهتم نبص على إصابة الروباط الصليبي بالذات، تمام، فلما عملوا أول حاجة، عشان واحد يقع في معضل الإصابة، قالوا لا، يجب أن يعمل مسحة، من قبل أن يعمل أي برنامج، يعمل مسحة على اللاعبين، مثلا، أولا، هعمل مسحة سنة كاملة، على معضل الإصابات، عرفت معضل إصابات الروباط الصليبي، تمام، تدي التدريبات، وترجع تعمل المسحة تاني، تكتشف أن المعدل الإصابة أقل 50%، فهي شكل علمي يجب أن يتمه، الشكل العلمي، للأسف، نتمنى أن ندخل فيه، نتمنى، في أوقات كثير جدا، لكي نذهب لجزئة البنية التحتية، أنجزة التعبير، في أوقات كثير جدا، كنا نرسم على مثلا، أن الإصابة مثل الروباط الصليبي، في أوقات، في أزمنة تانية، مختلفة عني من زمان، كان ممكن لعيب يبط الكورة، أو أن الإصابة تبعده موسم كامل أو موسمين في بعض الأوقات، وبعد ذلك، ممكن يفكر يرجع مرة تانية، تطور العلمي، وتطور طرق العلاج، والعمليات، أعتقد الإصابة مثل إصابة الروباط الصليبي، لم تبقى بنفس الخطورة، أو بنفس الصعوبة، من التعامل معها، كما كانت زمان، هل هذا ينطبق على أشياء تانية؟ في تطور تكنولوجيا، أو تطور في طرق العلاج، أصبحت تجعل التعامل مع أي نوع، أو أي شكل من الإصابات أسهل، ويجعل وقت الرجوع للملعب أسرع من الأول بكثير؟ تبقى الأبحاث العلمية لا تبطل، يعني مثلا الروباط الصليبي، يتعامل بطريقة معينة، يقولوا أن في حركة معينة، وانت بتعمل كده، دي فيها نقطة ضعفة، نغير الطريقة اللي بنأخذ بها الحاجة، لن نطلل الروباط الصليبي، نأخذ حاجة تانية، فبالتالي الأبحاث، لا تنتهيش أنها تهتم بالرياضي، فإحنا عندنا دائما في تطوير، والتكنولوجيا دائما بتطور، يعني مثلا الروباط الصليبي، بيتحط بمصمر ذات الامتصاص، جسمه يمتصص، فبتحتاجش أن انت تدخل تاني، بتأخذ بطريقة معينة، وتثبت بطريقة معينة الروباط الصليبي، فيه بقى إصابات جديدة، إصابات في الكتف، إصابات في الرجب، إصابات كثيرة، حديثة جدت في علاجها، فبالتالي بقى كانت زمان مستعصاد، وذلك ما بقيتش مستعصاد، ففيه طبعا طرق تكنولوجيا مع تطور، العلاج حصل فيه تطور مهم، والتكنولوجيا عندنا في مصر أبتو ديت، زي ما بيقولوا، يعني إحنا زي برا، ولا مازال في جاب بيننا وبين أوروبا مثلا، أنا أريد أن نقطة تانية، عشان بس الموضوع الروباط الصليب، كلمت فيه، إنت لو عندك، ما عندكش داتا عن اللعب ده، كان بيقدي ازاي، قبل ما يتصاب، ورجعت وقلت، أنا سلمت له له بعد ست شهور، تمام، زي الفول، يلا نزيل اللعب، طب هو رجع ينط زي ما كان بينط، عندك داتا، هتعرف ازاي، صحيح، السرعة بتاعته قلت، هتعرف ازاي، الأداء بتاعه قلت، يعني لازم يكون فيه داتا موجودة، عشان يبقى فيه قياس سليم، ولازم تبقى إلكترونيك عشان يبقى فيه قياس سليم، وحتى كمان، أنا أعرف ازاي نطور، تمام، نروح لجزئية الأجهزة، كنت بس على حضرتك، التكنولوجيا عندنا هنا، التكنولوجيا الطبية المتخصصة في إصابة الملاعب، وصل غاية فين، مقارنة بالدول، لأنه نسمع عن أوقات كتير جدا، اللي عيبها بتروح، يعني نهاردة النهاردة، بقيت بسمع الدول، مش بس أوروبا، في ناس بتروح دول خليج، هل الجاب أو الفجوة بيننا، وبينهم كبيرة، ولا الدنيا في مصر؟ عندنا بخير، زي ما بيقول، الدنيا بخير، بس نشتغل، ده جهاز، ده جهاز مثلا، بيقيس الكوة العضلية للرجبة، يعني، واحد أو في بداية الموسم، دي أجهزة مختلفة، الجهاز يقعد عليه، الجهاز الكمبيوتر موجود، متصل بيه، كل حاجة تلعى، تلعى، تلعى بقوة العضل، اللي بعده، هتلاقيه زيه، ده مثلا، بيئيس في الظهر، وهتلاقيه جهاز الكمبيوتر، هو وراه، دي أجهزة اسمه، ايزو كيناتكس، دي الخاصة بالقياسات، اللي حاك قلت، قياسات البدنية، دي سواء قبل الممارسة، قبل كل سنة، وكمان فيه برام، ممكن تتعمل في نص السيزن، بناء عليها، تقدر حاك تحدد، قدرة العضلة دي، أو قدرة اللاعب ده، وعرف انه هتصاب ولا، انه يلعب كم مباراة، لو لعب أكتر منهم، يبقى عرضة أكتر للإصابة، عنده عضلات ضعيفة في حتة معانا، يبقى لازم اشتغل عليها توم السنة، يبقى محتاج انك انت تتكلم مع الكوتش بتاعه، انه ليه برنامج تدريبي معين، خاص به هو، ليس مع الفريق، ما يفعش يبقى كل لاعب زي التاني، واستحيل، انا طول، وحضرتك طول، انا جسم، وحاجة جسم، وانا باكل أكل، وانت أكل، فلازم يبقى فيه كنترول لكل واحد، وبرنامج لكل واحد يختلف عن التاني، فيه اسمه، يعني واحد بيجي بيشتغل على الأداء البدني، اسمه محمل، اللي هو بيجي لقى البدني، مدرب أحمال، مدرب الأحمال ده، لازم يشتغل مع الدكتور، مع دكتور الأحمال، مع الدكتور، أو الجنب الطبي، يعني هو بياخد، هو همزة ربط، لانه في الآخر خلص، مدرب الأحمال ده، ما هو اللي هيرف المشاكل فين، هيعرفها ازاي، مش هيخدها من المدرب، هو بيدي أحمال عامة، من فحش، لازم كل واحد غير التاني، يبقى لي برنامج؟ طبعاً له برنامج غير التاني، يعني فيه لعب اتصاب، جاءت لأصابة، هتكرر تاني، إذا أنت ما عملتلوش بقى، وما شفتش القوة بتاحت وقد إيه، عشان تقوّل عضلة بتاحته، طيب، نكمل جولتنا برضو، نتعرف محاك على التكنولوجي، يعني كلها الأجهزة زي ما حاك شايف، ده فيه حاجات العمود الفاكري اللي بعده، أجهزة مختلفة، أي، اللي بعده، نروح للصورة اللي بعدها، يعني دخلنا بعد كده، اللي بقى ندخل على كمان، يعني ده إيه طبعا، الهانت، فيه أجهزة بالانس بعد كده، غير التاقوية العضلات، البالانس ده مهم قوي، البالانس، التزان، ده مهم، واحد ما بيعرفش هاتزت، اللي بعده، بس كلها، زي الحاكمت شايف، كلها متصلة بأجهزة الكمبيوتر، ما فيهاش أخطاء كبيرة، والحاجات دي، الحمد لله، موجودة في مصر، موجودة في مصر، موجودة لأن فيه مراكز جابتها، بتأمل كانت أنها تشغلها، فيه اللي اشتغل، فيه اللي ما اشتغلش، فيه اللي بيشتغل على بعض الناس فردي، ده برضو جهاز ممتاز، اللي بعده، راح شايف حضرتك ده، يعني كل عضلة في الجسم بتتقاس، ده هنا الضهر؟ اه، اللي بعده، كله يعني، التزان، ده جهاز التزان؟ اه، ده تدريبات استشفاء، تدريبات، تدريبات، عشان، ضعف، عشان ما يحصلش ان انت، يحصل فيه إصابات، هل ده، هل حد بيستخدمها؟ لا، لازم، ممكن تلجأ لحاجات كده، اعتقد بشكل فردي كمان، ده في العالم كله، في العالم كله، هتلاقي فيه لعبين، غيرفوا بقى الـ DNFIT، غيرفوا الانقالة الموجود فيه، هذه الزقافة لسه مش موجودة اوي في مصر هنا، عشان كده، تقدي هذا البنامج القوي، تحاول توصل الثقافة، قصة مش قصة جمهور وإدارات أندالة، لكن قصة كمان اللعيبة، طبعا، ثقافة، أي بداية في دارة، ثقافة، هل كنا مرة عملنا تقرير، أو عرضنا تقرير، يعني في السادسة، عن من داخل منزل كريستان رونالدو، وشفنا الرجل ده عمي جواب بيته، اه، جاب أجهزة لي هو، هو بيتمرق، أكيد، لأكيد، قصة مش قصة نادي، قصة قصة رونالدو، بالنسبة له كده، أنا ليه تمريني الخاص، وليه برامجي الخاصة، وليه تدريباتي الخاصة، وحاجات للتك اوف، ثقافة، يعني هي قصة قصة ثقافة، وناس عايزة تنجح، فتشتغل على نفسها، مش بروح نادي يتمرن، وقصة وانتهت، لا، ده أنا برجع، أنا كمان بشتغل على نفسي بشكل كبير، أهي، الجزء بقى كمان، من اللي أنا بتكلم عليه، لا، اللي هي اللجان، أول حاجة اللي بتشتغل على الوقاية من الإصابات، هي التوعية، يعني هو خد توعية، يعني خد محاضرة، خد ثقافة، خد إديوكيشن، خد توعية، اتعلم، يعمل إيه، وهو ما تعلمش لوحده، احنا في دور مهمة قوي لازم، ثقافة، زي ما بيقول اللاعبين، ما تاخدش الأدوية، إلا من خلال دكاترة، عشان المنشطات، لا، كمان ثقافة، زي وقاية من الإصابات، زي ثقافة، للوقاية من الأمراض، انت بتسافر أفريقيا، ممكن فيه ملاريا، فيه مشاكل، يعني، لازم فيه ثقافة عامة، لازم تبقى ثقافة طبية، موجودة عند اللاعبين، العمليات الجراحية يا دكتور، إمتى هيتم اللجوء ليها، وإيه أنواع الإصابات، اللي ممكن نهاردة نبقى بنعالجها في مصر، من خلال إجراء عمليات، أو وضع برامج تأهيلية بشكل كامل، العمليات، من إلجاء لها، لما يكون ضروري، لازم عمليات، يعني الرياضي، أنت أهم حاجة، أنك يرجع، يلعب بسرعة، القصة بين الرياضي وغير الرياضي، أنه الرياضي مطالب يرجع لأعلى مستوى، يعني أنا بعمل عملية، وبعالج الإصابة، عشان أرجع مرة تانية، أمارس الرياضة، وبالتالي، تبقى العض، أو المشكلة اللي حصل عني، ليس مأثرة على الكارير بتاعي في مجال رياضي، فبالتالي، هنا أعتقد أنها نوع مختلف عن العمليات العادية، بس إمتى تلجأ لها، يعني أنا أتذكر أن في إحدى دورات اللعب الأولمبية، كان فيه لعب موجود، وتم علاجه، وجاله وكسر، وبيلعب ملاكبة، كابتن محمد البازي، وتم علاجه، وكسب مبورياته، وخدم ميدال الأولمبية، بعد كده تم عمل العملية، يعني اتخاذ قرار العملية، مش لحظة الإصابة، في الوقت المناسب، لا، أنا السؤالي بشكل أكتر دقة، إنه ممكن أي حد يصاب بقطع في الرباط الصليبي، فهنا ممكن يلجأ لأي دكتور عظيم، لا، لازم حد متخصص، متخصص في الرجبة، مظبوط، لكن أقصد أقول الرياضي بقى هنا، الرياضي اللي مش بس عايز يعالج رجبته، لكن عايز كمان رجبته تستحمل، ما بعد إجراء العملية الجراحية، ويرجع يمارس رياضة في أعلى مستواتها، نفس القدرة على الانتحايا مجاري، هل هنا بنلجأ لحاجة اسمها طب الرياضي، ولا أي دكتور ناجح في مجال إجراحات الرجبة، يقدر يعمل عملية؟ لا، لازم نلجأ للطب الرياضي من يوم، لازم نلجأ للطب الرياضي، لأنه العملية ساعتين، وخرج من المستشفى، ومتابعة مرتين، ثلاثة، وخلاص، كده مش العملية، لازم فيه علاقة طبيعية، ولازم فيه تأهيل، ومتابعة، وصلت لإيه؟ وعشان كده أرجع تاني، هل الإختبارات كانت موجودة قبلها، ولا، اللي تعاملت، لو تعاملت، دخلت بقى دكتور الطب الرياضي، أنه فعلا رجع ولا مرجعش، وإذا مرجعش، كمل، وأن الفايسل، الفايسل في الموضوع هو العلم، تمام، المعلومة، فيه جزء، أتكلم مع حضرتك فيه، الناحية النفسية والزهنية، يعني يمكن الكيس دي تحديدا، خاصة بالنادي الأهلي، أو بلاعب بالنادي الأهلي، الإمكانية والجهزية البدنية والعضلية، عنده أنواع من الضغط، اللي بتحصل عليه طول مشوار مشاركته، يعني العيب بالكرة في نادي الأهلي، عليه ضغط عصبي، أكتر بكتير من اللي موجود على اللعب العادي، لأنه أولا مطالب بأنه يخش في كل بطولة، ينفس عليها، وده لود أو سترس عصبي، وفيه ضغط كمان جماهيري، لأنه الجمهور ما بيسمحش بخسارة لقب، أو خسارة حتى مباراة، الناحية النفسية والزهنية دي، ممكن تأثر بشكل من الأشكال على الناحية البدنية والجسدية؟ ده مليون في المية، وممكن العكس، الناحية البدنية اللي أصلت على، مش قادر يشيله جسمه، فتعبان، فأنا حس أن أنا تعبان، جانب النفس بتاع إيه أنا تعبان، فأنا تعبان، فالتنين مع بعض، أنا شفت واقع، أذكرها في إحدى المغالاة، كان كابتن أعتقد ياسر إبراهيم في مباراة الزمالك، الكرة كانت قدامه، الكرة اللي داخل جون، هو كان يقدر يطلحها، الكرة الأوغنية أو التانية؟ لا، أنا أتكلم عن الكرة اللي هو كانت الكرة في عيازته، كان ممكن يطلحها، يطلحها، يعملها، يقدر يعملها، فإيه اللي حصل؟ هنا الجانب النفسي، بتاعه، مش مركز، يعني دي تدل على أن التركيز النفسي، في الحتة دي بالذات، فده محتاج إعداد بدني نفسي، يعني فعلاً مجهد، إجهد تام يعني، كثير من، سألت حاجة السؤال ده، لأنه بقى فيه كثير من الأندية في أوروبا، بقى فيه دايماً طبيب أو خبير نفسي مع الفريق، لازم، وأعتقد أن التعامل مع الناحية النفسية، مع فريق بينافس طول الوقت على بطولاته، بيتعرض لكم كبير جداً من الضغوط، بقى مهم بنفس القدر من التعامل مع الناحية البدنية والجسمانية، في المنتهى الأهمية، لذلك فيه دكتور الطب الرياضي. أو ملصقك إذا كان يدرس الإصابات. لكن طب الرياضي أو نفسي. طب الرياضي يدرس الجانب النفسي. كيف يتعامل نفسيا. كيف يعده نفسيا؟ لأنه هو اللي أملصق ليه. في منتهى الأهمية. الذي يجب أن يجب بالجانب النفسي. إنه جانب النفس إعداد بدني بدون إعداد النفسي. كأنك برضو مش هتوصل للدوافع اللي هتخليك تأدي البدن العالي ما لازم فيه دوافع الدوافع دي مش بتيجي داخلية هتيجي ازاي مش مدر بس اللي بيديه ده لازم بيساعده حد المتخصص نفسي الاصابات المتكررة وخصوصا لو كانت في نفس المكان بتبقى مشكلة ايه وازاي ممكن ان احنا تفادة تكرار بتاع اي نوع من الاصاب لها اكتر من سبب اول الاسباب هو طبعا لازم يتحلل يعني زي ما قلت لحدك فيه فرق بين تشخيص فرق بين اصابة تتحلل ايه سبب الاصابة لو كان اصابة سببها اداءه هو او غلطته بيبعلم لو كان سببها انه ما رجعش لمستوى من الاول فرجع نزل لعب تاني انت ما عندكش الاختبارات اللي قلنا عليها اللي تعرف كان مستوى ايه ورجع ليه فحتتكرر تاني الاصابة يعني انت مدتوش فترة العلاج الكافية او مدتوش العلاج المناسب ممكن يكون كده الفترة اللي تكفي لعلاك حالة معينة مش بالضرورة تبقى هي نفس الفترة الكافية لعلاك حالة اخر ومش نفس الاصابة اللي تيجي لده هي نفس الفترة اللي تختلف من واحد لواحد طبعا امتى احكم على اصابة بانها اصابة مزمنة ايه تعريف الاصابة المزمنة تحديدا وامتى قدر اقول على ان الاصابة دي عند لعب معين هي اصابة مزمنة تعريف الاصابة المزمنة هي الاصابة اللي بتعمل حاجة دائمة موجودة يعني بمعنى واحد عنده خشونة ده اسمه مرض مزمن واحد عنده خشونة ده اسمه مرض مزمن ممكن نعالج بقى الألام نعالج نقل الألام الأعراض لكن لكن فيها مرض مزمنة من ضمن الإصابات برضو فيه إصابات نتيجة ايه الاوريوز يعني واحد على طول عمال ينط نفس النطة بس ايه عند النطة رقمية جاله شرخ إجهادي نط كتير يعني فبالتالي لازم له فترة راحة ما بيخدش فترة راحة على فكرة راحة الراحة ممكن تبقى فيه دايما راحة كل أسبوع وعشرة ايام انا هاجه حاجة في الراحات لأن الراحات دي بالنسبة لجمهور الأهلي كتعلامات استفهم وفيه كتير بيحملوا الراحات اللي هي اللي بين المباريات بين المطشاط أسباب تراجع المستوى البدني وأسباب كثرة الإصابات هل ده حقيقي ولا شيء مالوش أساس من ناحية العلمية يعني هل ده حقيقي ولا مالوش بس عايزة حاجة كامل بس الأول حتة الإصابات المزمنة فالإصابات المزمنة لو حد جاء له مثلا قطع كبير في عضلة ومعالج جيش ما هتفضل مطوع من تلك معالج جيش لجمتها مش صح لكن لو راحة وحدها لا تكفي لا 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 لو فيه جاب ومسافة وقطع لا طبعا ايه قصة البلازما لأنه بقيت بسمك موضوع الحدن بالبلازما ده كتير صح مظبوط مظبوط حان البلازما يكون القطع جزئي فبنحن بالبلازما عشان تنشط الدورة الدموية في المكان تاني يعني البلازما دي بتبقى غنية بصفاءة الدموية ودي بقى فيها حاجة اسمها بنسميها جروس فكتورز يعني عوامل نمو نمو فبتساعد على الالتقام وأن المكان يرجع لشكله الطبيعي تاني حتى لدرجة أن كانت البلازما دي في الزمان داخلت في المنشطات وبعدين بعد فترة لما لقوها أنها بقيت أسلوب علاجي معتبر يعني لغوها من جذب المنشطات في جزئية تانية مرتبطة بإصابات يعني فيه أنواع معينة من إصابات الملعب ممكن يطلق عليها إصابات مزمنة بمعنى واحد مثلا عنده مشاكل مشكلة في العضلة الخلفية بتذكر إصابة مرة واثنين وثلاثة هل أقدر قايم الحالة دي أو أقول على الحالة دي أنها إصابة مزمنة؟ بتحتاج تقييم ممكن تبقى إصابة مزمنة زي ما قلت الحالة دك ده مش شد عضلي ده أصل لو شد عضلي له علاج وممكن ما تقوله شتاني بس لازم نعرف الأسباب نحن قلنا فارغ بين التشخيص وبين الإصابة إحنا زكاة المقدمات مظبوطة زي ما حقاك قلت يبقى بعد كده قدرتي على التشخيص وقدرتي على العلاج وقدرتي على سرعة والمتابعة أسهل بكتير جداً ده عرفته رجع لمستوى لا ده تحسن كمان بالكياسات ده خلاص كده ينزل السرعة بتاعته أكثر النقط بتاعته أكثر كوة العضلية بتاعته أحسن ده خلاص ده كده مية في مية رجع كيرف ممارسة أو قدرة العضلة على ممارسة نفس النشاط بأعلى مستوياتها هل ده مرتبط بفترات راحية حيك قلت لي مثلاً بره عشر شهور وبعد كده شهرين راحة سلبية وإعداد الاستقبال الموسم الجديد هل لو في وسط الموسم المستوى بتاع الأداء البدني يوصل لأعلى مستوياته وجيت بعدها ديت فترة راحة مثلاً عشر تيام وبعد كده رجعت مرة تانية بالكيرف الأعلى مستوياته بعدين جيت ديت بعدها راحة بسبوع هل ده ممكن أمر يأثر سلباً على قدرات البدنية ولا ممكن يأثر إيجاباً قصة هذاك ولازم أول حاجة نعرف أن الراحات في راحة اسمها راحة كل سبعة تيام أو عشر تيام يوم بس ده راحة إيجابية في فرحة إيجابية وراحة سلبية سلبية ده مبطل إيجابية يعني ممكن بيعمل تديبات معاينة وحاجات معاينة تانية يبقى ينزل يعوم يعني حاجات أخرى بيعمل بس بيحافظ على الليك وبدنية بتاعته بس له يوم في الأسبوع له يوم في الأسبوع أو كل عشر تيام هل ده بيتم؟ الله أعلم أنا معرفش أنا بقول ده ده لازم العالم ماشي كده سريعاً جداً لغاية لما يبقى لي فرصة أن أنا أتشرف باللقاء حضرتك ودخل في تفاصيل أكتر الرشدة لو حاجات بتدي نصايح لكل المنظومة الرياضية في مصر الآن هذا فيما يتعلق بالطب الرياضي أهم نصيحتين أو ثلاث نصايح تحب توجيه أول حاجة عمل لجان يعني إنشاء لجان للوقاية من الإصابات بشكل علمي بتحلل الإصابة وبتشوفها وكماً بتجيب الأجهزة اللي هي عشان تعمل إختبارات قبل ممارسة الممارسة أو لعب جديد جاي وكماً بتعملها قبل بداية المواسم وبتعملها فلوس في الموسم لبعض الناس وفي الإصابات فداف كونتها الأهمية إنشاء برنامج إلكتروني فايل طبي لللاعبين بيشمل فيه كل الداة عملنا التحاليل بتتحطي تحليل DNFت أو غيره بتتحطي كل حاجة فعندك فايل كامل لكل لعب ريفرنس هذا تقدر يتشاف ففي الوقت يتفطرت إعادات ستعمل أحسن إعادات إن كل لعب سيبقى يختلف عن التاني فده في منتقل الأمي الحاجة الأخيرة أتمنى الأندية تخش فيها تستعين ببعض الأساتذة في الجامعات إنها تعمل معهم أبحاث علمية لعمل منظومة لوقاية من الإصابات والأمراض أستاذ دكتور محمد يحي رئيس قسم جرحة العظام والطب الرياضي بكلية طب جامعة الأزهر شرفتنا ونورتنا في السادسة بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك وأتمنى أن وقت حقيقي يسمح يكون لنا لقاءات ثانيا للموضوع الحقيقي في منتهى الأهمية وفي كثير من الرسائل اللي يمكن ما تكونش واضحة على مستوى الطب الرياضي في أوقات كثيرة جدا كان بتطرح تساؤلات عليها جماهير الكرة خصوصا في النادي الأهلي وأعتقد نحاك قدتنا جزء كبير جدا من أهم الإجابات لكن بإذن الله يكون الحديث بقية مع حضرتك إن شاء الله أنا اتشرفت بحضرتك وبالبرنامج الجميل ده مع حضرتك كل الشكر لدكتور محمد يحي اتشرفتنا ونورتنا وكل الشكر لحضراتكم مع المتابعة وبكرا إن شاء الله يتجدد لقاءنا على شاشة الأهلي في السادسة تحياتي لحضراتكم تحياتي لحضراتكم اثناء